الآن الاقتصاد مع مراد بوعلام الله نتابع فيه الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم عن المزارعين بعد أن سبقه قرار أيضا برفع الدعم عن المحروقات مراد وهذا ربما وجه آخر من أوجه معاناة الحكومة في موأمة إرادتها ونفقاتها يازدهار ونتابع التفاصيل حيث قررت بالفعل الحكومة المصرية وقف تقديم الدعم النقدي لمزارعي القطن اعتبارا من الموسم الزراعي المقبل في تحول عن سياسة دامت عقودا من الزمن لحماية أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية للبلاد وبلغت قيمة الدعم لمزارعي القطن خلال العام الماضي نحو 200 دولار للفدان وقال وزير الزراعة عادل البلتجي إن زراعة القطن خاصة طويلة تيلة أصبحت شديدة التكلفة كما أشار إلى ضعف الإقبال عليه في الأسواق الدولية والمحلية مضيفا أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلية وأصبح تلجأ للإستراد من جهة أخرى قالت شركة دانا غاز الإماراتية أنها استلمت من الحكومة المصرية دفعة قدرها 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة المقدرة بنحو 212 مليون دولار وبنهاية العام الماضي قالت مصر إنها سددت نحو ملياري دولار من المستحقات المتأخرة لشركات طاقة لجنبية في مسعى منها لتخفيف حدة أسوأ أزمة طاقة تمر بها نهاية جولتنا الاقتصادية عودة إلى ازدهار بل نستكمل مع وأيكم مخباراً الاقتصادية مشاهدين حيث أعربت الحكومة أو حكومة لإنقاذ الوطني الليبي عن أملها في أن تتمكن من استعادة الإنتاج النفطي للبلاد بكمل طاقته خلال العام الحالي يأتي هذا فيما انخفض إنتاج النفط الليبي إلى نحو 350 ألف برميل يومياً مقارنة بمليون وستمائة ألف برميل قبل الثورة بارقة أمل بتعافي قطاع النفط الليبي بعث بها استئناف العمل في خزانات الوقود في العاصمة طرابلوس بعد توقف فرضه الانهيار الأمني عدة أشهر وأصبح بإمكان ناقلات الوقود الوصول للصهاريج التي تم ترميمها بتكلفة 30 مليون دولار تقريباً للصهاريج الواحد والاستغناء عن ناقلات بحرية بديلة دون الاستعانة بأي جهات خارجية تماماً بالمجهود الذاتي خزانين بساعة 50 مليون لتر يتم الآن الشروع في تعبيتها عن طريق السيارات التابعة لشركات التوزيع ونقلها إلى محطات الوقود منتشرة في منطقة طرابلوس الكبرى التكلفة الأكبر لاستهداف المنشآت النفطية دفعها المواطن الليبي حيث ارتفع سعر لتر الوقود في ذروة الأزمة إلى أكثر من 20 ضعفاً في السوق السوداء دعك مما تكبدته الدولة من تكاليف إضافية لنقل الوقود من مصفات الزاوية إلى طرابلوس بحر والآثار البيئية لاحتراق الوقود مع نهاية شهر أكتوبر استطعنا أن يكون إنتاج حوالي 1 مليون لكن بسبب لحلات الراهنة في مطقة الريعينة والزنتان انخفض إنتاج إلى حوالي 700 ألف والأسف الآن الصراع الدائر في هلال النفطي أثر تأثير سلبي بحيث انخفض الإنتاج إلى حوالي 350 ألف تراجع إنتاج النفط الليبي مع نهاية العام إلى 350 ألف برميل يومياً مقارنة بمليون و600 ألف برميل يومياً قبل الثورة أما العائدات فانخفضت من 45 مليار دولار عام 2012 إلى نحو 11 مليار هذا العام تبدو إعادة تأهيل منشآت النفط مسؤولية ليبية لأنها باختصار تشكل مصدر دخل الليبيين أما الشركات الأجنبية والدول المستفيدة فتنتظر لحين وقف إطلاق النار كي تتدخل ولكن لاستعادة مصالحها سامر علاوي الجزيرة طرابلس نتقل إلى إيران حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن اقتصاد بلاده لن يحظى بنمو وتطور مستقرين في ظل العزلة عن بقية دول العالم تصريحات روحاني جاءت خلال أول مؤتمر اقتصادي محلي يعقد في طهران ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين مسؤولون إيرانيون وخبراء اقتصاد وأكاديميون وعلماء دين ومستمرون في القطاع الخاص هذا ويسعى المؤتمر إلى إيجاد حلول للنمو الاقتصادي ومواجهة البطالة ودعم الموارد المالية للمشاريع المحلية نريد تنمية مستدامة وشاملة من غير الممكن أن نقول إننا نريد تنمية اقتصادية ونحن مقيدون سياسيا أقسم بالله أن هذا ليس ممكن إن تجربتنا في الحياة السياسية تخبرنا بأن البلاد لن تحظى بنمو مستمر وهي في عزلة ودائما في إيران حيث قال وزير النفط بيجان زانجنا إن التراجع الحاد الراهن في أسعار النفط العالمية لن يكون له تأثير على الموازنة العامة الجديدة للبلاد التي سيبدأ العمل بها في مارس القادم وأشر زانجنا إلى ما وصفها بعوامل سياسية تقف وراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية مشددا على أن انخفاض الأسعار لن يغير من مواقف بلاده ولفت إلى أن إنتاج النفط الإيراني انخفض أصلا بنسبة 60% جراء الحضر والعقوبات الغربية ننتقل الآن إلى فانزويلا حيث هوت شعبية الرئيس نيكولاس مادورو إلى أقل مستوياتها منذ توليه منصبه قبل نحو عامين جراء المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد فقد تراجعت نسبة تأييد مادورو إلى 22% بعدما أصبحت فانزويلا تعاني من التباطئ الاقتصادي والعجز عن توفير السلع وصعود معدلات التضخم وكانت نسبة شعبية الرئيس الفانزويلا بلغت 24.5% في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 50% خلال الفترة التي أعقبت انتخابه وبهذا نصل لختام جولتنا الاقتصادية عودة إلى ازدهار لاستكمال أوراق هذه النشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر